اشتركوا في القناة في ناس تطلع تشكك في اي حاجة وخلاص بدون هدف او الهدف الرئيسي هو اثارة ازمة بدون مبر الحقيقة دايما دا ما بيحصلش الحمد لله والشكر لله ان احنا عندنا جمهور واعي وزكي وعارف بيتعامل ازاي جمهور النادي الاهلي الحمد لله والشكر لله عندها ثقة في كل ما هو اهلي حضرتك الاهلي بالنسبة للجمهور عنده اهم من اي حد وخلينا نتكلم من البداية انا النهاردة بحب البدايات خلينا نتكلم من البداية اصابة لمحمد الشناوي هيغيب فترة معينة من 3 الى 4 شهور هل من الطبيعي ان انا كان عندي حارس بقيمة محمد الشناوي هيغيب 4 شهور او من 3 الى 4 شهور وخرج وبقى عندي 3 حراس التلاتة افضل من بعض التلاتة افضل من بعض وكلنا بنقر بهذا الامر وكلنا حطين او بنبصم على هذا الامر كلنا كاهلوية يعني او بلاش كلنا لانه مفيش حد بيتفق على كل الناس ولكن 70-80% من الاهلوية متفقين على هذا الكلام ان احنا عندنا مستقبل حراسة المرمى في النادي الاهلي سواء مع مصطفى شوبير او حمزة علاء او مصطفى مخلوف مع هذا السلاسي يعني نحط في بطننا بطيخة صافي ولكن عندما تنظر لفريق كرة القدم يجب ان تنظر للفريق من كل النواحي لقدر الله اي حد من التلاتة دول يلعب لعب اتصاب لقدر الله حصل له حاجة هنعمل ايه طيب اللي بعده اتصاب تاني لقدر الله هتقول لي يا عم دي ما بتاع الله اعلم وكل حاجة ممكن تحصل يبقى انا عندي اربع شهور لازم ادعم فيهم هذا المكان وهي رؤية فنية لمارسيل كولر وميشيل يانكون مدرب الحراس وبناء على هذه الرؤية الفنية اخذنا خطوة هذه الخطوة معروفة للجميع يعني هل لا احد يعلم ان الشنون مش مصاب كل الناس عارفة ان الشنون مصاب ايه بقى حملة التشكيك اللي بتحصل على الزنفولي طيب خلينا اقول لحضراتكم ان الزنفولي واحد من افضل حراس المرمى اللي موجودين في مصر وفي الدورة المنتاز الكلام ده انا ما بقولوش وخلاص عشان الزنفولي جاي النادي الاهلي ابدا والزنفولي كان دائما في دماغ النادي الاهلي خلال الفترات السابقة هتقول لي على الارقام هقول لك ارقامه افضل من ارقام ناس كتيرة جدا ومش هتكلم عن اسماء ارقامه افضل من ارقام ناس من اللي حضرتك كجمهور بترشحه مش جمهور الاهلي طبعا بعد من لا يشجع النادي الاهلي وبعدين حضرتك لو ركست هتلاقي الحارس اللي بيلعب في نادي مش من قندية القمة هتلاقيه بيتعرض لضغوط كبيرة جدا وبيتعرض لضغوط كثيرة جدا دايما لما كنت باسأل اي حد من مدربين الحراس اللي بيبقوا معنا على التليفون او بيجوا معنا ضيوب في الحلقات كان دايما يقول لي بسام كويس ابو جبل كويس ولكن الزنفولي افضلهم واصغر سنا الاتنين رائعين بساموا وابو جبل بالمناسبة من افضل الحراس المرمى اللي موجودين في مصر وامرنا ما حنقدر نقول غير كده ولكن الزنفولي واحد من افضل الحراس المرمى اللي موجودين في هذه الفترة فالزنفولي بيلعب مع الداخلية فبالتالي بيتعرض لضغوط شديدة جدا فبيكسب خبرات الفترة اللي فاتت كسب خبرات وخلي بال حضرتك هو حارس مرمى عنده ردة فعل جيدة جدا الرياكشن بتاعه هايل احنا كنادي اهلي وجهاز فني وادارة شايفين وعارفين ايه اللي ينسبنا وهناك معايير معينة توفرت في الزنفولي خلته ضمن الحراس اللي بيتم ترشحهم دائما دائما وبشكل طبيعي للنادي الاهلي محدش في الناس اللي بتحاول تشكك حيهز هذه الثقة خلي بالكم من جماهير النادي الاهلي لان جماهير النادي الاهلي لديها او يعني يهز ثقة جماهير النادي الاهلي يعني لان جماهير النادي الاهلي لديها ثقة كبيرة جدا جدا سواء في الجهاز الفني واللاعبين او ادارة الكرة في النادي الاهلي كل واحد فينا يعرف دوره ورايح فين وجاي منين كل واحد عارف بيعمل ايه ما فيش اختلاط في الأدوار كل واحد له ودوره الأهلي بيعمل من خلال منظومة محترفة اللي تعودنا عليها ودايماً اللي أنا عرفه في حياتي كلها بشوف دايماً جمهور النادي الأهلي واقف ورا فريقه وورا قرارات فريقه إذا كان هناك بعض الانتقاد مش بتكلم هنا أنا بتكلم قبل كده بأي وقت النادي الأهلي أو جمهور الأهلي بينتقد ولكن يوم يومين وشكراً ويقف ورا فريقه هو ازاي النادي الأهلي كسب بطولة أفريقيا السنة اللي فاتت بفضل دعم جمهور النادي الأهلي محدش يقول لك حاجة تاني وما هي النادي الأهلي لها دور كبير جداً 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 على أي حد وبالتالي جمهور النادي الأهلي ورا الزنفولي وأنا بقول لحضراتكم إن الزنفولي ده إن شاء الله إن شاء الله يكون من أفضل الصفقات اللي جات النادي الأهلي هو إعارة لست شهور ومحدش عارف ولكن في نفس الوقت عايز أقول لحضراتكم حاجة تانية هيبقى عندنا أربع حراس أنا هنا بتكلم عن الزنفولي آه ولكن أنا دايما عندي أربع حراس زنفولي مصطفى شوبير مصطفى مخلوف حمزة علاء بدون ترتيب طبعا مصطفى شوبير زنفولي مين اللي حيلعب أنا معرفش أنا ما قدرش أقول لحضراتك مين اللي حيلعب اللي حيقول مين اللي حيلعب كولر في أول مباراة قادمة ممكن نلاقي مصطفى بيلعب ممكن نلاقي مصطفى شوبير يعني بيلعب نلاقي مخلوف بيلعب نلاقي حمزة بيلعب نلاقي الزنفولي اللي بيلعب مش أنا اللي حقول التمرين ومدرب الحراس يقول رأيه ثم كولر ياخد قراره فإوعى حد يشكك شككك في اللي بيحصل نادي الأهلي بيحاول على قد ما يقدر